صباح الخير عليكم وأهلا بحضراتكم في يوم جديد رجعين طبعا أنا عارف أن أنتم النهاردة عندكم كلكم أجازة أنا أتمنى تكونوا يعني صحيين وتفرجوا علينا يوم جديد طبعا وصباح جديد وعيد جديد من أعياد مصر عيد ميلاد السيد المسيح كان أمس يوم عيد سعيد على كل المصريين المسيحيين وعلى مصرنا العزيزة طبعا أكيد عندنا موضوعات مهمة وشوفنا أكيد طبعا تعييد أخوانا المسيحيين أمس ويوم عيدهم كان يوم جميل في خروجات وفسح وطبعا دايما بيبقى اليوم برد بس الحمد لله الجو مبارح كان كويس والجو النهاردة كويس برضو بس برضو احنا بنذكر دايما أن الأوقات ديات ما ننخدعش جدا بالجو ونرجع تاني لإجراءاتنا الاحترازية البرد اللي موجود ما احناش عارفينه برد ولا كرونا يعني برضو كلنا نخلي بالنا ونخلي بالنا من أولادنا لغاية لما إن شاء الله ندخل في أجازة نص السنة ونعدي أجازة نص السنة وخلاص أيام وهنبقى بعديها دخلين على شهر رمضان المبارك هيبقى في 23 إن شاء الله من شهر مارس يعني أيام كلها مباركة سنة جديدة سعيدة على مصر طبعا السنة دي تقول المراكز الاقتصادية الدولية والبنك الدولي والسندوق النقد الدولي بيقولوا إن هي تبقى سنة صعبة اقتصاديا وركود علامة كبيرة جدا والاقتصادات الكبرى هتعاني نتمنى المصر طبعا محققة اقتصاد جيد ما زلنا في الموجة بالحمد لله بس محتاجين إن احنا نعمل أكتر على ذلك عشان نحافظ عليه معنا موضوعات مهمة طبعا وافتتاحية كاملة خليني أقول لكم أهم الموضوعات اللي هتكون معانا النهاردة في حلقتنا موضوعين مهمين جدا أول موضوع هيكون إن في دراسة أمريكية تحذر من الاستشارات الطبية على النات ولو تفتكروا إحنا السنة اللي فاتت ويمكن واللي قابليها كلمنا في مجموعة من البرامج همزة وصل وصباح عن الاستشارات الطبية عبر الإنترنت كانت يمكن فترة كورونا ظهرت الموضوع أكبر بس في دراسة أمريكية بتحذر من هذا بشكل كبير هنتحدث فيه مع أحد المتخصصين وده هيكون واحد من حواراتنا حوارنا التالت التاني عفوا هنتكلم فيه عن المسلس الزهبي طبعا كلنا عارفين المسلس الزهبي وهذا المسلس اللي فيه مجموعة من خيرات الطبيعة وخيرات الله وفيها خيرات فوق الطبيعة اللي هي اليورانيوم والإيريديوم والحاجات المواد المشاعة تستخدم فيه الطاقة النووية وفيه الخير وفي الشار برد هنتكلم عن مشروعات اقتصادية وسياحية وتنهض بالصعيد وهتبدأ من المسلس الزهبي ده هيكون حوارنا التالي أبدأ الأول معاكم مع مجموعة من الأخبار خلونا نبدأ بعد الفاصل أهلا بكم مرة تانية طبعا أكيد زيارة الرئيس اللي متعودين عليها كل سنة ليلة الأداس يوم 6 يناير صباح 7 يناير اللي هي الوقت اللي بيعيد فيه إخواننا المصريين المسيحيين والأداس كل سنة الوقتي بيتعامل في العاصمة الإدريج جديدة ولازم الرئيس يكون هناك لو تفتكروا من أيام من أول ما تولى الحكم وأول مرة راحة كان في الكاتدرائية في العباسية البابا طوادرس الثاني بابا الكرازة بطريارك الكرازة المخصية ثمن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية والمسمى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية مؤكدا أنها تبعث رسالة الطمأنينة لكل المصريين جاء ذلك خلال استقبال قدست البابا طوادرس الثاني المهنئين بالمقر الباباوي بمناسبة العيد الميلاد المجيد مشاعر وطنية واحتفالات عمت أرجاء الكاتدرائية المرقصية بالعباسية والتي تزينت للتهنئة بعيد الميلاد المجيد حيث استقبل البابا طوادرس الثاني بابا الأسكندرية وباتريارك الكرازة المرقصية المهنئين من الأساقف والكهنة ومجالس الكنائس والشخصيات العامة والذين حرصوا على تقديم التهنئة بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقصية وسط أجواء من المحبة والسعادة بدت على وجوه المهنئين الرسالة يقدمها لنا عيد الميلاد مع ميلاد السيد المسيح أن الإنسان يجب أن يكون ولودا ومسمرا سواء بأبناء بالجسد أو أبناء في الروح أو ولود بالاختراعات والاكتشافات أو ولود بالمواهب أو ولود بالخدمات فكل واحد يختار الحاجة المناسبة له ويبتدي يشتغل فيها أيضا هناك فريق كرال بيقدم ترانيم الميلاد لإطفاء نوع من البهجة وجو الخشوع والعبادة أيضا على أجواء الزيارة الكاتدرائية المرقصية بالعباسية كانت قد فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر أمام المهنئين من الأقباط والأساقفة للتهنئة بعيد الميلاد المجيب حيث توفد الأقباط بمختلف فئاتهم العمرية وسط التأمين الكامل بمحيط الكاتدرائية وتسهيل إجراءات الدخول للمهنئين ودعواتهم بأن يعم الأمن والسلام لمصر كل سنة بنجي نشارك بالفرحة بتوزيع الهدايا والحلوة على الأطفال والأسر ويبقى يوم جميل ويوم ممتع وبهجة وسعادة بتبقى في الكنيسة القدرائية بنعتبر أن العيد لا تكتمل الفرحة بتاعته إلا بوجودنا بجانب قدس البابا وحرصنا على أن ناخد بركة العيد ونعيد على قدس البابا تحيا مصر تحيا مصر بشعباء العريق تحيا مصر بالأزر والكنيسة مصر الحب والتضحية والبزل شعور سعادة جداً وببسطنا لشوفنا البابا بخير والحمد لله وكل سنة وحضرتك طيب بنحتفل أن نحن نجي نسلام على قرسة البابا ونعيد عليه وعلى البابا أمجيلوس وبعدها بنرجع نحتفل مع العيلة وكل أرائبنا عيد الميلاد المجيدة يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة ويمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح ويقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التخويم اليولياني في السادس والسابع من يناير أجواءنا من المحبة والسعادة سادت نفوس المهنئين من مختلف طوائف الشعب المصري للتهنئة بعيد الميلاد المجيد وستعالي أجراس الكنيسة والطرانيم ليظل عيد الميلاد المجيد رمزاً للتسامح والتعايش والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين يجمعهم وطن واحد لتحقيق التنمية والرخا من داخل الكاتدرائية المرقصية بالعباسية أحمد ممدوح أني طبعاً جزء من سياسة العقاب هي المعاملة بالحسنة يعني طبعاً إحنا عندنا نظام جديد في السياسة العقابية بتتبحها منظومة ووزارة الداخلية الإخوة المسيحيين المعاقبين بالسجن داخل المنشآت العقابية التابعة لوزارة الداخلية هم برضو قدروا يصلهم وقدروا يحتفلوا بالعيد خلونا نتابع هذا التقرير من وزارة الداخلية تنساب ترانيم عيد الميلاد المجيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتاهيل فقد رعي عند إنشائها تخصيص دور العبادة لتتناسب مع إحياء المناسبات والشعائر الدينية تم تجهيزها لتبدو كدور العبادة في الخارج مع وجود رجال الدين المسيحي وسط النزلاء لتقديم الوعظ له احنا صلينا قداس عيد الميلاد زي ما بنصليه في الكناز بره بالزبط بفوش أي اختلاف كله كامل قداس كامل والحان كاملة وكل حاجة صلناها كاملة زمان كنا بندور على مكان ربنا مبارك دوقتي عندنا كنيسة ربنا يبارك ويدمننا رئاسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحة التواجد الفعلي والحب الحقيقي اللي ظاهر ده ملموس ما هواش كلام لينا وجود لينا حياة الأولاد بيخشوا ويقضي صلاتهم الدينية في وقت اللي هم عوزينه الأخوة النزلاء حالية في الأيام دي بيعيشوا أفضل أيام حقيقي هو بينافز عقوبة لكنه معدل أي مكان مؤهل منظم يرتفع في مستوها الإنسان كشيء ينفرد به التاريخ في هذا الزمن احتضلت دور العبادة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل قداس عيد الميلاد المجيد بالتزامن مع إقامته بالخارج وهو ما تحرص عليه وزارة الداخلية كأحد أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تحرص على تصحيح المفاهيم الفكرية وإحياء المناسبات الدينية ومراعاة الأبعاد الإنسانية في تطبيق العقوبة أنا في كنيسة أنا بصلي معنا أبونا جاي من الشارع بشوف ناس جاية من الشارع فأنا حسس أن أنا وسط أهلي الحفلات دي عمتا بتحصل هنا في الكنيسة بتحصل على طول يعني في المناسبات عندنا على طول بتحصل وبنيجي وبنجمع هنا وبنحتفل بالعيد مع بعضين أجواء العيد تسيطر على المكان والفرحة بين النزلاء كانت كبيرة بعد أن هيأ قطاع الحماية المجتمعية كافة السبل لإقامة القداس لتعزيز الجوانب الروحية التي تسهم في تقويم النزلاء وتقويم سلوكياتهم بعد العيد حاسس أن أنا وسط ناس فعلا بتحبني وبتخاف علي ودي بفضل الجهود المبزولة لوزارة الداخلية والعادة السياسية اللي فعلا بتنقل بلدنا لجبري جديدة بالفعل وليس بالكلام مراكز الإصلاح والتأهيل عند إنشائها كان الحرص من وزارة الداخلية على تجهيز أماكن العبادة بها لإحياء المناسبات وإقامة الشعائر الدينية كأحد متطلبات حق الإنسان والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ده مجد ربنا ده إيد ربنا وسطينا عشان يقولنا إن كلنا واحد ربنا يوفاكو جميع يا رب يسعدكو جميع سعيد عليكو جميع طبعا هو ده هما دول المصريين محافظين طبعا كل محافظ في مكانه وفي محافظته بيقدم التهنئة للأقباط الموجودين في منطقته هنروح محافظة الأليوبية واللواء عبد الحميد الهجان قدم التهنئة للإخوة الأقباط من نسبة طبعا عيد الميلاد المجيد المحافظ أكد أن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام تؤكد قيم المحبة والرحمة والتسامح التي يتعين أن تسود العالم المسلمون والمسيحيون في مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام فالعياد دائما ما تجمعنا ككيان واحد لا يتجزأ ونعيش في وطن واحد وتربطنا أواصل المحبة وعلاقات الأخوة الوطنية وهذا ما جسدته زيارة اللواء عبد الحميد الهجان لعدد من الكنائس والمطرانيات بالقليوبية إحنا دائما يعني كمصريين بتجمعنا الود والمحبة والقاهم وكل حاجة الحقيقة فيه تقاخي وإحنا فيه عرابة قديمة يعني من قديم الأزل محدش هيقدر إن شاء الله يفهر بنا ومهما حد حاول يعمل أي حاجة برضو مش هتنرح إن شاء الله وهنفضل كده في محبة دائمة بيجمعنا السقف المصري نعزز الروح المواطنة عند أبناءنا الطلبة وعندنا مقرر أصلا اسمه القضايا المجتمعية في مقرر داخل هذا المقرر عن سماحة الأديان ودائما بنغرس في أبناءنا الطلبة قبول الآخر وروح المودة والإخلاص بأننا كلنا نسيج واحد بمعنى تاني قلب واحد داخل وطن واحد كلنا هدفنا واحد إن مصرنا الغالية الحبيبة تكون في مصاف دول العالم إذا كانت الوحدة الوطنية بين المصريين قيمة إيجابية تيئة علاقة مقدسة تؤكده الرابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تجمعنا لصالح هذا الوطن مصر ترتقي بأولادها المحبين لها وأيضا محبين بعضهم لبعض لما نلاقي واحد عبدا نقف معاه بغض النظر هو دينه إيه ثقافته إيه مركزه السياسي كل ده ما لوجد دخل إن التعاون والحب ما لوجد دخل لا بمركز ولا بمال ولا دين ولا حاجة ننتظر هذا اليوم من السنة للسنة بنفرح بوجود سيد الرئيس في وسطينا وتوجيه كلماته الطيبة وسعيدنا أكتر أن كلماته كانت مبارح في الكنيسة موجهة للشعب المصري كله ومناسبات وأعيات جميلة ربنا يديهم من الأمان والأمن في مصر بقيادة السيد الرئيس الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه هي صمام الأمن والأمان والاستقرار للوطنين الغالي الذي يجمعنا أرضه وسماءه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر كلها فرحانة بهذا اليوم لأن ده يوم عيد فعلا وربنا يجعل أيامنا كلها حب وسلام ومحبة الجميع للإخوة سواء مسلمين أو مسيحيين هنا كلنا نسيج واحد ووطن واحد وبتمنى الخير لكل أهل بلدنا إن شاء الله عيد للمصريين كلهم مش الأخواننا بس الأقباط إحنا تعودنا وتربينا على إن إحنا واحد متربيين في وسطهم وهما متربيين في وسطنا فنسيج واحد كل سنة تقريبا أنا بحضر العيد معيهم محبتنا وأخوتنا نابع من القلب تجمعنا دائما في وطن عظيم الاحتفال وبعيد المناد هي ملاسبة دينية تحكس روح الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الوحد فعلى الجميع أن يعلم أننا جميع الركاب في سفينة واحدة وسكان في وطن واحد وجسد واحد فنرفع جميع انشعار الدين لله والوطن للجميع سيد زيد النيل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة أيضا قدم التهنئة للأخوى الأقباط بالنسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وده كان خلال زيارته لنيافة الأنبى السرافيم أسقف الأقباط الأورثوذوكس بالإسماعيلية رئيس الهيئة حرص خلال لقاء نقل تحياته وتهنئته إلى البابا ترودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريق الكرازة المرقصية مؤكدا أن المصريين يعشون كالنسيج الواحد ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية طبعا في الأعياد بتبقى في حالة طوارئ في الصحة وفي المرور وغيره ووزارة الصحة وعلى رأسها الوزير النشط ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ترأس بنفس غرفة العمليات المركزية والأزمات الطوارئ بدوان عام الوزارة عشان يتابق خطة التأمين خلال أعياد المصريين باحتفالات أعياد الميلاد المجيد وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسام عبدالغفار أن الوزير راجع مع ممثل قطاعات الوزارة سير العمل في المحاور المختلفة لخطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد والتي تتضمن تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية والوقائية أيضا اللقوف على أي تحديات قد تواجههم والعمل على حلها فورا بعد 12 عام نروح لبرسعيد بعد 12 عام سفينة اسمها Logos Hub طبعا كلكم سمعتوا عنها والسوشيال ميديا ما شاء الله الوقت بقت أسرع من أي حاجة في توصيل الأخبار هذه السفينة هي المكتبة العائمة هذه المكتبة العائمة رصت في شرق برسعيد أو مناء غرب برسعيد وكان عليها إقبال رهيب جدا هي بدأت من أربعة وصلت في الرابع من ديسمبر بعد 12 عام زي ما قلنا من زيارتها الأولى لمصر السفينة دي مش مجرد مكتبة طبعا الدخول لها كان عليه إقبال شديد جدا وكان فيه زيحام شديد جدا حتى أمس أعتقد قدامها يوميا عشان تتحرك هتنتهي الرحلة في 23 يناير الجاري عليها إقبال شديد جدا ممكن تطلع السفينة برسوم رمزية مجرد أن أنت تلف في المكتبة تقدر تطلع على سريعا بس طبعا مع الزيحام ما يبقاش في وقت تقدر تشتري كتب تقدر تشتري سيفونيرز وأيضا على السفينة بيوجد يعني مجموعة بقى من الحاجات المختلفة سواء مساء عروض مصرحية برامج ثقافية فنية الجلوس في مقعى ومطعم السفينة زي ما احنا شايفين أهية دية السفينة وهي دخلة مصر وهي موجودة على درسي في ميناء برسعيد طبعا اللي موجود أعتقد قدام دي لسيبس القديم وطبعا البرسعيد ده استقبل أهالي برسعيد للسفينة زي ما أقول لكم السفينة دية كانت هنا من 12 سنة هتغادر السفينة زي ما قلنا هتنتهي رحلتها في مصر في 23 يناير الجاري وبعد كده هنتنتقل لميناء العقبة في الأردن وهترسل فيه خلال فترة من 25 يناير ل16 فبراير طبعا دي كلها مراحل رسول السفينة بس يعني المتابعين على السوشيال ميديا ويمكن عشان من برسعيد بتابع برضو أهالينا في برسعيد بيكتبوا حاجات جميلة عن السفينة والدخول إلى السفينة ويعني عايز أقول لكم أن الدنيا زحمة جدا وناس جايلها من القاهرة وناس جايلها من أماكن كتيرة جدا ده فعلا الميناء ده هو بعض رصيف دي لسيبس بيبقى فيها يعني فكرة تانية أن يكون عندك سفينة فيها كتب وتدخل تتفرج على سفينة من جوة يمكن كتير كمان من الأجيال الجديدة ما تعرفش السفن من جوة شكلها إيه يعني هنسيب السفينة وهنسيب برسعيد وهنرجع لدار الأوبرا المصرية فرقة أوبرا القاهرة هتقدم رائعة المؤلف الإيطالي جوزيب فردي أوبرا ريجوليتا هذه الأوبرا اللي يعني واحدة من الأوبرا المهمة جدا اللي عملها فردي وبمناسبة 154 عام على تقدمها لأول مرة في مصر هنعرفين أن الأوبرا المصرية من أقدم الأوبرا مش عايزين نقول في العالم عايزين نقول خلينا في المنطقة الشرق الأوسط بس هي فعلا كانت من أقدم الأوبرا في العالم يعني بقولكم 154 عام اتقدمت هذه الأوبرا على الأوبرا المصرية ودي صور يمكن من صور الأوبرا الأولى اللي قدمت طبعا احنا عارفين أن مبنى الأوبرا اللي موجود الوقتي ده مبنى الأوبرا الحديث مبنى القديم اللي موجود مكانه الوقتي جراش الأوبرا في العتبة وده كان مبنى الأوبرا المصرية من 1800 وحاجة والأوبرا دي تقدمت أيضا خلال افتتاح قناة السويس عام 1869 وذلك في الثامنة مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين على المصرح الكبير بالأوبرا هيتم إعادة هذه الأوبرا ريجوليتو دار الأوبرا المصرية لأنه من المقرر أن نشارك في أحياء الحفلات الثلاث أوركستر أوبرا القاهرة فرقة بالي أوبرا القاهرة تحت أشراف أرمينيا كامل قراء الأوبرا القاهرة ووضحت الدار أن أوبرا ريجوليتو كتب أفردي مستلهمة مصرحية فيكتور هوجو التاريخية الملك يمرح وضع نصها الغنائي للبرتو فرانسيسكو ماريا بياف ظهرت للنور للمرة الأولى بمدينة فينس الإيطالية عام 1851 فينس الإيطالية هي البندقية بالعربية وحققت نجاحا مبهرا ويتم أداؤها باللغة الإيطالية يصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية على شاشات في جانبي المصرح في ناس بتسيب بصمات في الحياة منهم ألفس بريسلي النجمة الروك أندرول الراحل والناس دي لما بتسيب بصمات والناس اللي بيحبوهم يعني يمكن من أكتر الشخصيات اللي بيتم محاكتها كل سنة في احتفالات كتيرة بتروح لاس فيجس وبتبدأ من بلدة ألفس بريسلي باركيس الريفية الناس كتيرة بتقلد بتحاول تقلد ألفس سواء في اللبس أو غيره لكن سيدة تقوم وتجسد شخصية ألفس بريسلي بمهارة وحرفية ده اللي احنا شايفينه هذه السيدة الآن بتغني على المصرح يقام في كل عام مهرجان للإحتفال بألفس في أول يناير وتقع باركيس على بعد 350 كم شمال غرب سيدني دي في أستراليا يكتدب المهرجان التي تقام من نسخة 30 بأنه هذا العام نحو 24 ألف من محبي ألفس على مدار خمسة أيام والأسترالية الشريل شاركي البلغة من عام 64 عام والتي تعمل في مجال التمريض هي الأشهر من بين المتشبهين بألفس في أستراليا هي المرأة الوحيدة التي لعبت هذا الدور منذ بدأته قبل عشرة أعوام شاركي من محبي ألفس منذ طبولة وتتذكر مشاهدتها لأفلامه في منزل جدتها وأضيف اسم شاركي مؤخراً للصالة مشاهير أشبهها ألفس في العالم لقول إن الوصول إلى ما وصلت إليه لم يكن سهلاً خاصة أنها امرأة وأخيراً شاركي قالت إنها بتحلم بانتوان يوماً في عرض للمتشبهات بألفس تشارك في نساء من مختلف أنحاء العالم طبعاً جائحة كورونا وقفت مهرجانات كتير واحد من المهرجانات دي يقام في كوريا الجنوبية وهو الصيد في الجليد خليونا نشوف بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا وظروف التقس الدافئ غير المعتاد عودت كوريا الجنوبية تنظيم مهرجانها السنوي للصيد في الجليد وبقوة 129 ألف شخص تحدوا التقس شديد البرودة لنيل فرصة لصيد سمك سانتشون أغو وهو أحد أنواع أسماك السالمون المرقت من بحيرة متجمدة تغطي مساحة تتجاوز 60 كم مربع ينظم المهرجان في مدينة واتشون وهي بلدة جبلية نائية قريبة من الحدود بين الكوريتين بإقليم كانج وون على بعد 120 كم شمال العاصمة سول المشاركون تسابقوا لعمل ثقوب صغيرة في الجليد السميك على سطح جليد البحيرة في مسعى لاستياد السمك أو حتى القفز في حوض من المياه شبه المتجمدة لاستياد السالمون بأيديهم ونظرا لضخامة الحدث خاصة هذا العام تحرص سلطات المدينة التي تشرف على تنظيم المهرجان على توفير كل سبل الأمان والحماية للمتسابقين شمك الجليد يبلغ 36 سنتيمترا أحضرنا عناصر من الشرطة وفرق إطفاء وطاقما طبيا هنا تحسبا لأي حوادث محتملة كما قمنا باستدعاء فريق استجابة يمكنه الغوص في المياه وإجراء اختبارات سلامة الجليد وتماسكه الحدث الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2003 يجذب أكثر من مليون زائر سنويا والمهرجان الذي انطلق السبت يستمر حتى 29 من يناير الجاري طبعا حتى الجليد مش قادر يمنع الناس أنهم يمرحوا ولهم حبين أنهم يمرحوا دي كانت مجموعة من أخبارنا المحلية والعربية والعالمية تابعنا فيها مجموعة متنوعة من الأخبار خلونا نروح بعد قليل لموجز رياضي سريع مع الزميلة نجلاء الجعفري وبعدها تصحبكم الزميلة حنان الخولي في جولة سريعة في مجموعة منطقة من الأخبار وتحليل لبعض هذه الأخبار ابقوا معنا هذا الصباح مزان مستمر